بدون اختيارات القرن الجديد وأهام المكابرين يا روش مهندس نادي الزمالك الشقيق احتفل الأسبوع الماضي أو هذا الأسبوع بمرور مائة سنة على تأسيسه باركناله ومناله دايماً وأبداً كل تقدم والكل الأندية كل التفوق وازدهار إن شاء الله إيه علاقة احتفال نادي الزمالك بالمقاوية والحديث عن القرن الجديد الحقيقة النقد الرياضي الأستاذ محمود معروف في تقديمه إلى هذه الاحتفالية على أحد القناة وكان على قناة مودرن سبورت أثار من جديد قصة نادي القرن وكتب عنها كثيراً جداً إلى درجة الحديث دائماً وأبداً على أنه نادي الزمالك نادي القرن الحقيقي حسب ما يصفه هو وبعض الجماهير والقصة قديمة لو تتذكروا حضراتكم مع نهاية القرن الماضي الاتحاد الأفريقي أعلن عن معايير موضوعية تم التوصل والاستقرار عليها من خلال اللجنة الفنية في الاتحاد الأفريقي لجنة فيها خبراء من كل القرى الأفريقية أعضاء اللجنة التنفيذية اعتمدت هذه المعايير وبناء على هذه المعايير تم تصنيف الأندية في القرى هذا التصنيف يا باش مهندس لم يكن وليد عام 2000 نهاية القرن وبداية 2001 وقت إعلانه لكنه كان قديم قوي وكان سنة 94 الناس سكتت ست سنين أو سبع سنين لكن لما النادي الأهلي جي الأول من خلال هذا التصنيف الموضوعي وله معايير سابتة جدا الأستاذ محمود معروف هذا الأسبوع ظل في هذه القناة الفضائية يتحدث مرانا على أنه نادي الزمالك النادي القرن الحقيقي وأنه منه لله المهندس مصطفى مراد فاهمي زي ما تقال منه لله لأنه في تقدير الأستاذ محمود معروف أنه مصطفى فاهمي جامل للنادي الأهلي وقت شغله منصب السكرتير العام للكاف وأهداه لقب نادي القرن رغم أنه ده كان من خلال معايير زي ما قلت لحضراتكم يمكن بتذكرني وقع أو تعبير لطيف جدا المهندس عادلي قالوا وقتها وما زلت متذكره قال لي أنا مش فاهم إزاي طالب ما هواش الأول على الفصل ولا على المدرسة عايز يبقى الأول على الجمهورية يعني لو الاتحاد المصري كان عند مستوى المسئولية التاريخية وقتها وصلنا في الأندية المصرية وفقا لنتائجها وبطولاتها ما اعتقدش كان في حد هيقدر يتكلم بره هذه المعايير الموضوعية عايز أفكرك كباش مهندس وفكر أستاذ المشاهدين بما حدث في عام 94 جريدة الأهرام في يناير 1974 أو في 18 فبراير 1974 زي ما يريد مخرجنا شواري بيوريها لحضراتكو دلوقتي الأهرام في 18 فبراير 94 مفاجأة الأهل زعيماً للكرة الأفريقية وأورادت الأهرام في هذا اليوم تفاصيل نقاط الأهل والزمالك عند إعلان التصنيف امتى؟ في يناير 94 كانت النتيجة باش مهندس من خلال النقاط التي تم توزيحها أن للأهل 34 نقطة ومجموع نقاط الزمالك 19 نقطة والمعايير كانت محطوطة سنة 4 وتشعيد المعايير عشان أفكرك بيها قالك الفوز بدور أبطال أفريقيا بالنظام القديم من سنة كذا لكذا بتاخد كم نقطة اللي الناس مش فهماه أو مش عايزة تفهمه بمعنى صح الاتحاد الأفريقي حاب يحفظ كل فريق شارك القدر الرياضي المناسب بمعنى فيه فريق وصل للنهائي هل ما ياخدش نقاط نهائيا؟ ما خدش البطولة بس لعب في المباراة النهائية فده بياخد نقاط معينة الناس حسبت الألقاب الكاس لا 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 حسب عشان هنا بقى الحتة اللي فيها تعتيم كل يقول لك مصطفى فهم يغير المعايير عشان يدي له لقب القرن بس الأول إغراه كأرقام صماء وبعدين أنا سأقول لك مفرقات جميلة جدا في هذا الموضوع يعني زي ما أنت قلت سنة 94 أعلنت المعايير اللي في الدور النهائي ياخد كذا نقطة القبل النهائي ياخد كذا نقطة البطولة الدور ياخد كذا نقطة بطولة كذا نقطة وبهذه المعايير سنة 94 كان الأهلي 34 نقطة وزي ملك 19 نقطة وزي ملك كان في المركز السادس وقتها وده بعد انسحاب الأهلي بعدها لا لسه خليني ما هو خدي بس معايا واحدة واحدة لأن أنا شاهد في القصة دي على حاجة مهمة جدا هو بعد كده وفي 94 الأهرام كتب أن التصنيف الأفريقي للأهلي هو الأول ممتصبة 50 عاما للمسابقات تعالي بقى نشوف في نهاية القرن الترتيب النهائي كان كام كان الأهلي وصل 40 نقطة وزي ملك 33 بقى تربعين وزي ملك 19 بقى 37 ليه حصل هذا الكلام لكن ظل الأهلي متفوقة بنفس المعايير المحطوطة سنة 94 هو بيقول الله جزي والله مش عارف إيه منه لله مصطفى فاهم لقد أزدى المهندس مصطفى فاهمي خدمة جليلة إلى الزمالك لا يقدر الأستاذ محمود معروف في هذا التوقيت دون أن يدري لا مصطفى فاهمي ولا أستاذ محمود معروف سنة 94 أقيمت مباراة السوبر بين الأهلي يناير 94 في جوهانسبيرج في جوهانسبيرج وكان هذا التصنيف قد تم وضعه صحيح وأعلنت وحدثت المشكلة الشهيرة بتاعتماتي بالع والحكم وترتب عليها انسحاب النادي الأهلي بقرار مجلس إدارة كان عدوا فيه أستاذ محمود معروف لا المهندس مصطفى فاهمي أستاذ محمود معروف كان عدوا في مجلس إدارة الزمالك الزمالك لا أنا أتكلم على الأهلي الأهلي اتخذ قرارا وهو 33 نقطة زمالك 19 بالانسحاب انسحب لمدة أربع سنوات تاركا الساحة لنادي زمالك يصول ويقول فيها وكان بعض أو معظم المشاركات في الأربع سنوات دي كان يدخلها زمالك بصفته الوصيف لأن الأهلي كان بيبقى هو بطل الدوري ولو شارك الأهلي ولم يفز بأي نقطة لا ظل الزمالك عند 19 بقطة أو يمكن كانت زادت بعض النقاط لكن عمرها ما كانت ستقترب المسافة بهذا الشكل إذن لو هو مصطفى في ذهنه موضوع نادي القرن كان قال لهم لأ اشتركوا بالفريق الشباب لأن ده اللي حصل جينا في السنة الأخيرة وكان الأهلي يعني اعتذر وأنا قلت كابتن صالح وقتها في المجلس إدارة يا جماعة اقترب الزمالك نتيجة كنت مدير نادي انت وات آه كنت مدير نادي قلت لهم اقترب الزمالك وقد يطيح بلقب الأهلي خطير جدا الأهلي على وشك تحقيقه فلابد أن نشارك لأن لو كنا شاركنا كان شارك الزمالك مكانا وشارك الأهلي بفريقين لو تذكر كان فريق بيلعب البطولة العربية في تونس في تونس والبن الأسيوبي كان في القائرة والأهلي كان بيلعب ب13 لاعب فقر في هذه المباراة وتعادل الأهلي وخرج 2-2 بعد ما كانت تعادل 0-0 واحد واحد وخرج الأهلي ولكن خرج دون أن يسمح بتقدم أي أندية عليه نتيجة أنه هو اللي شارك فاحتفظ الأهلي بهذه المسافة وظل محافظا عليه حتى حصل على بطل القرن فأنا بقول يعني كفانة عايز أفكرك بحاجة قبل باتين النقلة من 96 من 94 لأنه على غرار مباراة الأهلي والسوبر الأهلي والزمالك في جوهانسبرج كان فيه مقالتين عملوا حالة من السجال الصحفي بين اتنين صحفين كبار في هذه الفترة السيد محمود معروف كان عضوا في مجلس إدارة الزمالك فكتب ما يصحح به اسم باتروس متابلة الحاكم الجنوب أفريقي اللي أدار المباراة فذكر عنوان بيته قال ده مقيم في كذا 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 فرد الأستاذ إبراهيم حجازي بمقالة شهيرة وقوية في الأهرام وقتها تحت عنوان وصلوله وده أعتقد كان ضمن الجو العام أو المناخ اللي دفع النادي الأهلي لاتخاذ قرار بعدم الاستمرار في المشاركات الأفريقية غاب عنها الفترة اللي المهندس عادلي قال لكوا عليها إلى أن عدى الاتحاد الأفريقي مع نهاية القرن يعلن تصنيف الأندية اللي زي ما المهندس عادلي قال لكوا رصيد الزمالك في خلال هذه السنوات الست قفز من 19 نقطة إلى 37 رصيد النادي الأهلي وصل إلى 40 نقطة فبقي الأهلي الأول برصيد 40 نقطة والزمالك 37 في المركز الثاني ده نهاية القرن اللي حصل بعد كده إيه أستاذ محمود معروف في عام 2009 كتب مقالة في الجمهورية تحت عنوان الزمالك وشبير ونادي القرن إيه المناسبة؟ هي لها علاقة باللي تقال هذا الأسبوع إنه منه لله مصفى فاهمي هلخص لكوا خلاصة ما كتبه الأستاذ محمود معروف في 16 أغسطس 2009 تحت عنوان هذه المقالة الزمالك وشبير ونادي القرن قال طبعا المسألة حسابية واحد زائد واحد وليست كما استهبلوا وقالوا إن نتائج مباراة الدورة وبطولات الدورة المصر تحتسب نقاطها في الاتحاد الأفريقي الاتحاد الأفريقي ما حسبش نقاط للأهلي ولا جنحي في الدور المصري ويريته قرب منها لو كان قرب منها كان لأهلي بقى رصيده مية بالضبط ما كانش الأمور حصلت لكن دي جزء من المغلطة اللي تكتبت وقال الأستاذ محمود بنفس اللفظ وقتها منتهى العبط والهبل والاستهبال ومحاولة استغفال من يفهمون أكثر منهما قال حرفيا والكلام الحرفي هنا مهم لأنه في تعليق عليه أشد طرفه وغرابة ومسير للدحك فعلا أستاذ محمود معروف قال ولعل المرحوم المهندس مراد فاهمي سكرتيري الاتحاد الأفريقي دوالد المهندس مصفف فاهمي منذ تأسيسه عام 1957 اشترط على عيسى حياته لكي يسانده في الانتخابات عام 88 خليكوا فاكرين الأرقام مراد فاهمي اشترط على عيسى حياته عشان يوقف معاه في انتخابات 88 أن يعين ابنه المهندس مصفف فاهمي سكرتيرا عاما مساعدا لوالده مراد فاهمي الذي كان حارسا لمرمى الأهلي وعضوا بمجلس إداراته لسنوات طويلة ترجمة نانسي قنقر